بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلابنا العزاك ايف حالكم ان شاء الله دان بخير درسنا هذا اليوم هو عن منهج اللغة الانجليزية للصف الرابع دادي شرح وحلو توضيح يونت ثري لسن ريفيجين درس المراجعة الصفحات اللي راح ناخذها بالكتاب الملون 37 37 وبالنشاط 58 59 58 59 بالاكتفتي شكرا الله ثم شكرا لكم دعمكم تشجيعكم دعواتكم طيوة تعليقاتكم الحلوة محبزنوا شجع الشهار كلك يتحمل فهدا ويستفد الجميع زكاة العلم ناشره والدال على الخير كفى عليه نبدأ بسم الله الراوند أب اللي هي الريفيجين المراجعة الريفيو هيقول ها هي بعض الأشياء التي تقوم بها في يونت ثري تفضل هذه يوجد هنا بعض الأشياء اللي انت تمرنت عليها في يونت الثالث تناقش على كل فقرة من عدهن مع زميلك تيك ات ان تنز توقع اتبادلوا الأدوار اخذوا كل واحد دورة انه يعطي للآخر مثال انه يعطي مثال آخر names of places تعلمنا انه أماكن اسماء العلم يا هي اللي نستخدم وياها ذا يا هي المن نستخدم وياها ذا ف names of places اسماء الأماكن اللي هي اتفقنا اسماء السلاسل الجبلية اسماء الدول المتحدة اسماء الأنهار والبحار والمحيطات ذني ناخذ وياها ذا بس الدول البحيرات المدن القارات والسول ما ياخذن الذا بس اتالي او اراك او ايجيب ذني ما ياخذن الذا اتعلمنا كقواعد استخدام المضارع التام اللي هو هاف وهازو تصريف هاف الفعل هل سبق لك يوم من الأيام الذهب للأستراليا؟ قمت بشراق البطاقات لم أشاهد من قبل الجاموس لم يقوم بكتابة لأصدقائه حد الآن وتعلمنا Using the present simple To talk about timetables تعلمنا أن نستخدم مضارع البسيط لتحدث عن الجداول من المواعيد والخطط المستقبلية The plane from Baghdad Arrives at 2 الطائرة من بغداد سوف تصل الساعة بثنتين When does the film start متى الفيلم سوف يبدأ تشوف هي بمعنى السوفة بس هي مضارع بسيط ماكو والله يعني فكرة المضارع البسيط أنه أحط فاعل مفرد وحط للفعل ففاعل جمع أحط للفعل مجرد بالسؤال أستخدم do و does والفعل مجرد وبيننا في don't و doesn't وفعل مجرد do و don't وي الجمع does و doesn't does و doesn't وي المفرد checking and confirming information للتأكد وتأكيد تأكد وتأكيد أو تأكد وتثبيت المعلومات فاستخدمنا ال-right will do you did you say well could you say that again okay okay do you mean okay هذا الـ الأدوات استخدمنا المثال عليهم the restaurant opens at 9 right فارحقوك yes that's right do you mean all rooms are the same price no double rooms are more expensive did you say the light show starts at 10 no 10-30 I'm sorry could you say that again of course وهالأمور تعلمناهن ما بيحل بعض عيدهن يعني إن شاء الله سميم فيديو مخصص ونفصل لهن قواعد أخرى ما making polite requests تكوين الطلبات المؤدبة فنستخدم مع ال-can I أو could I could you أو can you أو would you قلنا ال-can I وال-could I اللي هي حتى تترخص وتسوي أو أنت تقوم بي وال-could you وال-would you وال-can you تطلب من شخص إن هو يأدي لك هذا العمل مثلا can I have a coffee please هل يمكن أن أشرب القهوة رجعا ف-of course دعوها could you tell me when the boat leaves هل ممكن أن تخبرني متى القارب يصل فسر ثنلي بالتأكيد رح يخبره would you help me with my suitcase ممكن تساعدني مع حقائبي فالجواب مثلا ما يقدر فيقول I'm afraid I can't مثلا عشان يعني ما استطيع وهكذا saying where things are قول أين الأشياء تكون فما الوصف في الأماكن ف-the hotel is just past the cinema الفندق فقط مرورا بالسينما بجانبها المرور من يمها و-the museum is near the restaurant المتحف هو قرب المطعم و-there is an ice cream stand around the corner يوجد يوجد محل أو كشك لبيع المثلجات عند الزاوية أو حول الزاوية الركن the permits are 15 minutes أوي الأهرامات على بعد 15 دقيقة و-saying what you have been doing in the present perfect continuous واستخدام المضارع التام المستمر وقول ماذا أنت كنت تقوم بعمله هاي هاو أنه فكرته هاف و هاز و بين وفعل ب-ing I have been learning how to ride a quad bike و-ذا تريد تن فيها فتحط هافنت و هازنت و بين وفعل ب-ing إذا تريد تن فيها تقدم الهاف و الهاز بالبداية بعدين فاعل بعدين بين بعدين فعل بان وبتكملة بالأخير أنا أستفهم have you been swimming a lot هذا خلاص نروح على النشاط بالنشاط يقول revision and scramble the names of five places from the units and match them with the pictures قعد ترتيب يعني كلماتهم خربطة إلغيت تخربط مع ذهن قعد ترتيبهن للأسماء مع الخمس أماكن من اليونت كله ووصلهن مع بعض الصور أوكي بس تتأكدوا لي لأن هناك احتمال لكو بيهم تغييرات ما لحق تتأكد من عندهم بالنسبة للنسخ الجديدة ال-A وال-B وال-C وال-D وال-A فرح نجي على أول وحدة اللي هي رقم واحد تعتبر الصورة D رقم واحد number one اللي هي D ترتيب مات هذا great pyramid الهرامات الهرام العظيم أوكي ونمبر two تعتبر اللي هي number two تعتبر B اللي هي Stonehenge اللي هي الصخور هيكل الصخور هيكل الصخري ونمبر three اللي هي A The Colorado River نهر ال-Colorado و number four تعتبر Hanging Gardens Hanging Gardens اللي هي seed جناءنا المعلقة و number five اللي هو رح يعتبر E اللي هو The Spanish Steps The Spanish Steps اللي هو E زين عيني نتأكد من عدهن بال دليل number one the great pyramid D number two the اللي هي Stonehenge B و number three The Colorado River A و number four Hanging Gardens C number five The Spanish Steps E أوكي على هالترتيب الصحيح زين نروح على التمرين البعدة تمرين ب يقول لك write sentences about what جون has been doing كتب جمل عن جون ماذا كان يقوم بعمله use a word from each box واستخدم لك كلمة من كل صندوق فعل مننا أو ما لازم تخلي جون أو he has been وفعله بال ing he has been فعله بال ing فتكمله وياها أوكي ما بيشي كلش سهل مثلا he has been swimming وكان يسبح in the sea مثلا he has been reading english أوكي أمثل بس خلأ شوفها بالدليل هو حالهم ناخذ جوبته اي هو حالهم فناخذ جوبته على المود مثل ما هي نستمر بها مثلا هنا أنا قال جون has been أو أقول he has been عادي نفس الشي لنواري ولد جون has been والفعل بالمجموعة الأولى من الأفعال أبو ing والمجموعة الثانية اللي هي الكلمات جون has been studying english أو جون has been studying a book in arabic for two hours جون كان يدرس بالانجليزية أو جون كان يدرس كتاب باللغة العربية لمدة ساعتين جون كان يقرأ كتابا بالعربية لمدة ساعتين جون كان يستزلج في فرنسا والأخيرة جون كان يقوم بالكتابة لمدة ساعتين أوكي ما بيشي سهل إن شاء الله استفدتم نسأل الله القبول نسألكم الدعاء شاركوا لكي تعمل فائدة ويستفد الجميع تحياتي لكم مع السلامة شكراً لكم